السلام وعليكم الداري. كنتمنى تكونوا باخير ان فورموت وما كتفرجوا في هادلا فيديو مفاجأة كبيرة في جزرات هالصحيفة اللي غنية عالت تعريف عالمية الناسونال بخصوص اصرف حاكيمي وريل مادريد بحيات كتبت عنوان عالمي وكبير مهمة الخوط نبدو بالتفاصيل. اصرف حاكيمي يضغط ويدفع للعودة اللي ريل مادريد. هل هو العنوان اللي كتبسيت ونقال هالتقارير. افادت تقارير ان مدافع باريس الجرمان اصرف حاكيمي حريص على ضمان العودة الى ريل مادريد في الصيف. في موسمه الاول في بارك دي برانس اللي هو الملعب دل باريس الجرمان كان اللاعب البلغ من العمر 23 عاما يلعب في الفريق الاول بشكل منتظم. حيث شارك في 20 بداية ومباراتين باديلين في جميع المسابقات. والدولي المغربي مرتبط بابطال فرنسا باريس حتى عام 2026. مما يشير الى ان هناك احتمال ضئيل لانتقال في عام 2022. وهنا في جبدو الصحيفة بحيث وفقا لالنسونال فان الظاهرة الايمن المغربي ذو العقلية الهجومية يريد العودة الى لوس بلانكوس في غضون عام من خروجه يعني الى ريل مادريد. بينما يتشير التقارير الى ان مسؤولي ريل مادريد يراقبون الوضع. فمن غير المرجح ان يرغب ريل مادريد في تلبية السعر الذي تلقوه في وقت سابق من هذا العام. بحيث كيتقال حاليا ان حاكيمي كيكلف حوالي واحد وسبعين مليون يورو يعني بالجوني استريني الانجليزي كيحوالي سين فاصل ثلاثة وثلاثين مليون جوني استريني. وهو اقتراح يضمن ايضا اضافات يمكن تفعيله في الموثم المستقبلية. يعني من الاخر وبالدريجة حاكيمي بغي يخرج من بريسين جرمان هاتي حسب صحيفة الان لانسونال لكن المشكلة هو العقد له تطاول مع بريسين جرمان. رين مادريد اللي بغي تجيب حاكيمي خاصة تدفعه واحد مبلغ لي كبير دي لبص صحوية متقدرش تطيب حلات اتمينا دي في مدافع ايمن وبتالي رين مادريد كتدفع اتمينا غالية اغلبية في المواجمين عكس المدافعين. اشبه لكم الخشفة للكلمات كتمنى الصراحة ان نمشي من بريسين جرمان في اقرب وقت بحيثنا بوتشينو خلاه اولي ناقص وايضا اللعب اللي معه. هذا ما كان اخوت اشبه لكم بلان وتشالله لي فرس.